خلونا نبدأ مع حضراتكم سريعا بأخبار منتخبنا الوطني الأول بيستعد للمباراة غدا إن شاء الله مباراة في غاية الأهمية على ملعب المنافس منتخب جزر القمر في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية على ملعب المنافس مباراة مهمة جدا بعد التعادل في المباراة الأولى اللي كنا محتاجين فيها الثلاث نقاط على ملعبنا وبين جماهيرنا وعلى أرضنا في برج العرب إن شاء الله تكون الأمور أفضل ويستطيع الجهاز الفني بقيادة كابتن حسام البدري تدارك الأمر وتعديل أي قصور فني في المباراة الأولى أدى إلى الخروج بنتيجة غير مقنعة أو غير مرضية أو أقل من توقعاتنا بالنسبة لإمكانات منتخبنا وعدد لعبين المحترفين وخبراتهم بالمقارنة بالمنافس طبعا وإحنا بنحترم كل المنافسين ولابد أن تخذ كل المباراة بنفس الدرجة من التركيز والحماس والجدية ده مش محل خلاف وده مش موضوع للجدل ولكن في النهاية بيبقى فيه موازين قوة حسابات خاصة بالتاريخ بالخبرات بعدد البطولات بالأسماء بأسعار اللاعبين في برصات التقييم المالي للعبين وقيمة انتقالاتهم على مستوى الانتقالات داخل مصر أو على مستوى القارة السمراء أو في المنطقة العربية أو على المستوى الدولي وكانت كل هذه المؤشرات في صالح منتخبنا الوطني مقارنة بنظيره على المنتخب الكيني لكن للأسف النتيجة لم تخرج على مستوى أو لم تكن بتعكس بالفعل هذه الفوارق الكبيرة بين المنتخبين لصالح المنتخب المصري إن شاء الله نقدر نعود في المباراة الجاية ونحصد نقاط المباراة القادمة لأن المجموعة لا تحتمل إلا فريق واحد وبطل واحد للمجموعة يتم تصعيد أو يتأهل مباشرة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية إن شاء الله القادم أفضل بدءا من المباراة القادمة أمام منتهب جزر القمر في تمام الثالثة عصر غدا إن شاء الله بيكمل مشواره منتخبنا الوطني للشباب وبيستعد لبطولة شمال أفريقيا المقام إن شاء الله في تونس خلال الفترة من 21 نوفمبر الجاري وحتى 2 من ديسمبر المقبل وتأتي قائمة منتخبنا الوطني للشباب على النحو التالي حمزة علاء إهاب حسن عبد الرحمن أيمن عبدالله عادل محمد أشرف أحمود صابر أحمد عيد محمد زياد محمد 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 شحاطة عربي بدر إبراهيم عادل زياد محمد يوسف أحمد لبيب محمود صابر عبد المحسن وسامة فيصل أحمد حازم هاني شكري فارس محمد السيد حسام عبد المجيد عبد السلام عبد الرحمن أحمد عشري شادي رضوان عبد الرؤوف حسام أشرف وأخيرا نادي حسن مجاهد إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني للشباب ويكون على قدر التطلعات وتقديم مستوى يليق بالكرة المصرية وبالخبرات الموجودة في تاريخ منتخبتنا الوطنية على المستوى الخاص بالمنافسات القرية في القارة الأفريقية